من هنا قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف أنا أدعوكم إلى التفوق الدنيا كما ترى نأكل ونشرب ونناف إن كنت كذلك فأنت واحد من ستة آلاف مليون لا تقدم ولا تؤخر لما لا تكون متفوقاً لأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى تفوق الدعوة إلى الله تحتاج إلى انضباط أن تكون الأول إن كنت طبيباً الطبيب الأول إن كنت محامي المحامي الأول إن كنت مهندس المهندس الأول إن كنت تاجر تاجر الأول شيء سهل جداً لكن يحتاج إلى تخطيط إخوتنا الكرام والخبر مؤلم جدا أنه بالمئة شاب ما في إلا ثلاثة يعرفون أهدافهم ويتحركون نحوها بالمئة شاب ثلاثة بالمئة فقط هذف واضح أنت الآن ماذا تريد أن تكون حينما تتخرج من الجامعة تحب أن تكون عالم تحب أن تكون طبيب تحب أن تكون تاجر كبير صناعي فكر كلمة قرأتها قبل أربعين عاما ولا أنساها إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قل ما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة أو إيمان أقول لك بشكل واضح أطلب ما شئت من الله إن كان الطلب صادقا وقدمت السمن وهو السعي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فلا بد من أن تصل إلى هدفك هذه حقيقة أنت علاقتك مع الله علاقتك مع الذي بيده كل شيء قال لك عبدي أطلب تعطى لا أكلفك إلا أن تطلب بصدق أطلب بصدق وأنا أعطيك خلاف ما يقال ظروف صعبة الدخل أليل ضغوط عالية أعود الله عز وجل فوق الزمان والمكان أعود الله عز وجل فوق كل المعطيات أعود الله عز وجل فوق كل الظروف ومن يتق الله يجعل له مخلج